عايزة لكم من اهم من اهم الاشياء ان انت لما تكون بجد يعني بتعرض لضغط وتكون عندك مشاكل وكده انت تشعر ان في حد يوقف جنبك وان في حد يقدر ولا ومساعدة بسيطة جدا ده بيدي امل وبيدعم وفي نفس الوقت ايضا بيربط ما بين شعوب الشعوب ما بتنساش اللي بيوقف جنبها وتونس محتاجة لحاجات كتير جدا في الفترات القادمة اهمها قطاع الصحي احنا لا نتدخل الا لمساعدة ودعم الشعب التونسي واحنا مهتمين جدا بهده صحيا الحتة الصحية دي والكورونا وما يحدث هناك ماينفعش ان دولة عربية جنبنا تكون محتاجة مساعدات طبية انا بيب اكسجين علشان الناس اللي محتاجة انا بيب اكسجين المسكات الادوية وادوية في كل حاجة انتم تتحدثون عن نظام يحتاج صحي في تونس يحتاج الى دعم في كل انواع الادوية المختلفة عشان كده من اهم من اهم المواقف اللي تسجل وتتكتب انت ساعديني امتى انا ما يهمنيش بقى حتة انا حبيبك وتعيد علي وكانت ساعديني لما كنت محتاج لك وكنت واقف جنبي ولا لا وده اللي احنا بنعمله مع العديب من الدول على فكرة العديب من الدول هنتقل بيكم لاجتماع اخر وفيه تقرير وعايز اربطه لكم باجتماع سابق مشابه لي ولكن على الصعيد العسكري ده اللي فات المرة دي بقى وزير الداخلية يستقبل نظيره العراقي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري استقبل نظيره العراقي الحديث عن ايه؟ سبل التعاون الامني وتبادل المعلومات مصر وده على فكرة لو ترجعوا من حوالي اسبوع كان هناك اجتماع على المستوى العسكري وكان هناك تصريحات بين البلدين وفي استقبال للرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمود توفيق قال ان هذه الزيارة مهمة في اطار تبادل الرؤى الامنية المتصلة بمكافحة الارهاب والفكر المتطرف على المستوى الاقليمي زي ما حضراتكم عارفين ان معظم موزارات الداخلية هي المعنية وكان فيه دائما تجمع لوزراء الداخلية العرب بشكل او باخر وكان يتابع الملفات الامنية بتاعة الشخصيات المتطرفة المختلفة في الدول وكان هناك تبادل للمعلومات الداخلية في العراق مع وزير الداخلية المصري نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم تاني استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي وزير داخلية الجمهورية العراقية الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد امني رفيع المستوى لاجراء مشاورات امنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتي الداخلية في البلدين وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء اوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين واساليب تدعمها بالاضافة لاخر مستجدات القضايا الامنية الاقليمية كما اعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود اجهزة وزارة الداخلية ودورها الفعال في مجال مكافحة الارهاب والتنظيمات المتطرفة مشيرا الى ان زيارته للقاهرة تأتي في اطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤول البلدين الشقيقين مؤكدا على اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الاجهزة الامنية المصرية المشهود لها بالكفاءة فضلا عن تطلعه لتعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الامنية الراهنة التي تفرضها الاوضاع السياسية والامنية بعدد من دول المنطقة ومن جانبه اكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية على اهمية زيارة نظيره العراقي للقاهرة في اطار تبادل الرؤى الامنية المتصلة بمكافحة الارهاب والفكر المتطرف على المستوى الاقليمي مشيرا الى حرص وزارة الداخلية على مد جسول التواصل مع اجهزة الامن العراقية في ضوء الروابط المشتركة والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين كما رحب وزير الداخلية بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب العراقي انطلاقا من ايمان كامل باهمية دعم رسالة الامن والاستقرار في الدول العربية ومشددا على حتمية تضافر الجهود العربية والدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجم عن انتشار الارهاب والفكر المتطرف في ظل المعطيات والتطورات التي استجدت على الساحة الاقليمية خلال الفترة الماضية